سلام ماذا افعل يا ابونا مراتي لسه في مصر ويتختلف معي كل ليل ونهار في نقص الفلوس مني لها شهريا ويتهددني ولا تسمح لي ولا كلمة انا في امريكا طبعا ماذا افعل شوف يا ابني هي عايزة منك ايه شوف اتجهز اوراقها عشان تجيلك ولا لا هل هي متجاوزك عشان فلوس بس ولا متجاوزك عشان شخصك يعني بتحبك انا مش قادر افهم بتجاوز النفع ده يعني الواحدة بتجاوز واحدة عشان يجيب لها فلوس لو وجيب لهاش فلوس مش عايزة تخليه اسمع منه ولا كلمة ولا تكلمه هي الحقيقة هي فلوس هي بتجاوزك عشان فلوسك بس يعني بعدين دي لو طلعت معاك امريكا تاخد منك نص كل ما تملك بالاسلوب ده لو اسلوبها بهذا الشكل يا ابني هي اللي بتهددك كمان وتهددك فيه يعني ما انت في امريكا وايها هنا هتهددك بايه بص يا ابني سيبها شوية كده ما تنتصرش بيها لغات ما يتكلمك وتلحى عليك تقولك ما بتكلمنيش لي يقولها طريقتك بتسدي نفسي انت مش عايزاني خلاص انا انت في حالك ولا في حالك طبعا انت مش مقتنع بي انا كشخص انت حرة اخترت انت عايزان لكن انا مش حاضر استحمل اكتر من كده يعني لكن مش كل ما كلمك فلوس 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 ما انا بديكي فلوس لكفيك بزياد لو اشتغلتها هتاخد كام وربنا يا ابني يديك نعمة في عينيها ويهديها يا ابني لو انت تعرف اب اعترافها يكلمه يقوله يكلمها هديها وهديها وفهمها الجزهة اهم من الفلوس انا مش مؤثر فيها انا بديها ادي كده يا ابونا المبلغ ده قليل دلوقتي ولا مش قليل لو قليل ازود لها وهكذا وربنا معاك يا ابني يديك نعمة وحكمة في كل تصرف معها يا كده فيه ستات كتير كده كل عسل انا شاب عمري تلاتة وتلاتين سنة متزوج حياتي بربنا كانت فيها بعد جديد لوقت قريب بشتغل في محل ما صغاط انا مديره الظروف حكمت علي في وقت اني اخذ مبلغ من المحل لظروف طريقة كانت بنتي الله يرحمها في الحضانة وقعدت شهرين وكانت بتحتاج فلوس لعمليات والاخرق وكنت مضطر اخذ من المحل لسبب ان صاحب المحل بخيل جدا وكان صعب يسلفني عن طريق السلف والبنت راحت السماء وكانت نيتي اني اسدد الدين بس الاسف معرفتش وبقالي حاليا سنتين مش عارف اسدد طلبت من ربنا انه يقف معايا ويساعدني بس الاسف الدين زاد الضعف بسبب تغير سعر الدهب لا ما انت هتسدد الدين يعني حسب ما خدته يعني حسب الفلوس اللي خدتها مثلا كانت عشر تلاف رجع عشر تلاف بتسارب في وقتها انت ما خدش الفلوس استثمرتها وتجيرت فيها لأ انت خدت فلوس تساوي مثلا عشر تلاف جنيه مثلا يعني رجع عشر تلاف جنيه وحملكي نفسي خسرت المحل بدون ما يعرف صاحب المحل وما قدرتش ابلغه لان رد فعله حيكون الحافز ليه وبلغت اب باعترافي وقال لي صلي وربنا يتمجب بس هصلي فطور من الصلاة مع العلم اني شماس وبحضر على الاقل تلت قدستات في الاسبوع وفي كل مرة بطلب من ربنا ان يقف معي او يساعدني محتاج من قصة كلمة منفعة هل فانا ربنا حيساعدني أسدد الدين ده ولا بسبب اني خاطي ممكن ما عرفش أسدد لا يا ابني يا ابني ما هنكوننا خطاع لكن ربنا مادام لقينا موظبين على الكنيسة وبنتوب من قلبنا او من قرب منه وانت في قلبك تسدد الدين لا يا ابني ربنا بيساعد منك ليه ربنا يسامحك طبعا وحيديك سؤول قلبك مادام حتسدد انت كده السلفت يعني متغير ما تقولي صاحب المحل طبعا غلط بس انت حتسدد يبقى ده كويس بتصلح الغلطة ربنا يسامحني على افكاري بس اتعبت من كتر الدين ما بيزيد علي رغم اني بكلب من ربنا حاجات اخرى في الصلاة بتتنفذ محتاج صلاتك كلمة منفاعة قوية واسكني في صلاتك بدون ذكر الاسم منك الخاطف لا ربنا معك يا ابني يديك سؤول قلبك بس انا بقولك اهو سدد الدين بالفلوس تخدت مثلا ما يساوي عشرة تلاف رجع عشرة تلاف فقط انت مش مطلوب منك تسد بالسعر الحالي كم ده اقوله لك امتى لما كنت خدت الدهب وكنت بتتجر فيه يبقى اقولك رجع الدهب زيما كان لكن بالسعر انت اخدتها في الوقت مثلا عشرة تلاف يجعله عشرة تلاف بس يبقى من غير ما هو يحسه وربنا عوضك كل خير وخلص الموضوع على الجنة